زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالعاصمة السعودية الرياض واطلع رئيس الوزراء ثناء زيارته لعادد من أجنحة المعرض والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم لا سيما في مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع والأمن والحلول المتكاملة والمبتكرة ترجمة نانسي قنقر